مرحبا واهلا فيكم معي بالقناة مرة تانية اليوم رح اعمل معكم البيتيفور بطريقة كتير سهلة وخطوات واضحة وكتير بسيطة وبنفس الوقت الطعم كتير طيب هش وبيدوب بالتم كل التفاصيل والملاحظات المهمة كالعاد دائما بتركلكم اياها تحت موجودة بصندوق الوصف وهلا خلينا نبلش رح ابدأ باضافة الزبدة طبعا الزبدة لازم تكون طرية بحرارة الغرفة بس ابدا ما لازم تكون دايبة او سايحة يعني حاولوا قبل ما تشتغلوا فيها تخلوها هيك بالتلاجة 10 دقائق لحتى بس تعطوها شوية برودة وبعدها رح اضيف نصف كوب من السكر البودرة طبعا بامكانكم اضيفوا 3 ارباع الكوب بس نصف الكوب بيطلع كتير مناسب للبيتيفور ورح اضيف صفار بيتين وكمان رشة من الفانيلا طبعا في نقطة هون مهمة كتير منضيف للبيتيفور صفار بيتين لحتى يعطيها شاشة اكتر لو كنتوا حابين انو البيتيفور يكون شوي مايل هيك مثل البسكويت او يكون متماسك اكتر بتقدر تستخدموا بيضة كاملة او بياض بيتين بس انا حبيت اكتر صفار البيض لانو بيعطي البيتيفور قوام وهشاشة كتير حلوة ومطل ما شفتوا طبعا استخدمت الخفاء الكهربائية لحتى اخلط كل المكونات سوى لحتى هيك يصير عندي الخليط الكريمي ناعم ومايل شوي للبيض طبعا مو مشكلة يوما كانت متوفرة عندكم الخفاء الكهربائية بامكانكم تستغنوا عنها وتستبدلوها بالسلك اليدوي او الخفاء اليدوية ورح استمر بالخلط لحتى اتاكد انه كل السكر مع البيض اه امتزجوا كتير منيح مع الزبدة لهيك لازم الزبدة تكون طرية لحتى ما تتغلبوا وقت تخلطوها مع السكر وتكتل معكم وهلا بعد ما خلطت المكونات رح اضيف اتنان كوب ملة طحين طبعا في نقطة كتير مهمة هان انا اضفت عليها اه رشة من الملاح لحتى هيك بس يعطي اه ملوحة كتير خفيفة بيطلع قطيب البتيفور بس في نقطة كتير مهمة ما لازم اعجن المكونات ابدا بس هيك رح احركهم بواسطة سباتيولا او بواسطة معلقة من الاسفل للاعلى لحتى اتاكد انه كل كمية لطحين اختفت عندي قوام العجينة بيكون مرن نوعا ما ما رح يكون متماسك يعني بشكل مثل عجينة المعجنات او هيك يعني لازم يكون مرن لحتى يسهل علينا انه نشتغل فيه وبنفس الوقت ما لازم تكون العجينة بتلزق بالايد وبتغلب هلا هون انا اسمت تلتي العجينة بس لحتى هيك اعمل جزء صغير بالكاكاو اضفت على تلتي العجينة معلقة كبيرة من الكاكاو وكمان معلقة كبيرة من الزبدة لانه اضافة الكاكاو بتخلي العجينة ناشفة اكتر لهيك اضفت لها معلقة كبيرة من الزبدة وراح هيك اخلطهم بشكل سريع لحتى يختفي الكاكاو وتصير العجين عندي جاهزة طبعا اذا كنتوا بدكم تعملوا كل الكمية اللي بتفور عندكم او المقدار كامل بالكاكاو بتنقصوا معلقتين من الزبدة وبتستبدلوهم بمعلقتين من الكاكاو ومثل ما قلتلكم لازم العجينة تكون مرنة يعني اذا اضفتوا كوبا لطحين وحساتوا ان العجينة شوي ماسكة بتضيفوا شوي من الزبدة وبترجعوا بتخلطوهم لحتى تكون العجينة مرنة للتشكيل هلأ هوا رح استخدم اكياس تزين الكريمة هون كمان استخدمت امع التزين طبع بلح الشام بامكانكم تستخدموا اقماع التزين طبع الكريمة العادية وضروري كتير انكم تحطوا قيسين جوا بعض لحتى ما تتغلبوا بالتشكيل وتطلع العجينة لبرا رح ابدأ بتشكيلها بهذا الشكل لهيك بقولكم خلوا العجينة تكون مرنة معكم لحتى يكون سهل عليكم انكم تشكلوها طبعا بامكانكم تشكلوا البيتيفور بالطريقة اللي انتو بتحبوها في كتير اشكال لتشكيل البيتيفور هذا هو اسهل وابسط شكل للبيتيفور بستمر بتشكيلهم بهذا الطريقة انا هون مدهنت الصانية بالزبدة او الزيت بس هون عندي الصانية لانها بتلزأ استخدمت ورق الزبدة طبعا لانه هي العجينة فيها زبدة كتير ما في داعي انكم تمسحوا الصانية بالزبدة او تستخدم ورق الزبدة وبالنسبة لبيتيفور الكاكاو كمان استخدمت هذا الشكل ورح اشكله بهذا الطريقة وقت اخلص تشكيل رح ادخل الصواني لفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق بس مو اكتر والرف يكون من الوسط والنار مشاعة لبس من الاسفل ما منحمرهم ابدا من الاعلى ولحتى يكونوا اخدوا هذا اللون الانتو شايفينه الخفيف من الاطراف هون بتأكد انه البيتيفور عندي صار جاهز يعني ممكن ياخدوا معكم 11 دقايق او 12 دقايق او 8 دقايق يعني حسب حرارة الفرن عندكم بس انتو لازم باستمرار تضلكم تشيكوا عليهم ولحتى ياخدوا هاللون بيكونوا جاهزين بطلعهم وبتركهم يبردوا تماما بحرارة الغرفة وبعدين ببدأ اني اشتغل فيهم احشيهم رح استخدم للحشوات مربى الفراولة ومربى المشمش وكمان رح استخدم جوز الهند المبشور ناعم مع الفستو الحلبي المطحون استخدمت للبيتيفور بالفانيلا المربى المشمش لانه بتطلع نكهي طمعه كتير طيبة رح ازق الحبتان ببعض بهالطريقة ومن الطرف كمان رح احط شوية من المربى ورح ارجع اغطسها بالفستو الحلبي لحتى هيك اغلفها بالفستو الحلبي من الاعلى بامكانكم اتدوروها من الجوانب بالفستو الحلبي لحتى يغطي الجوانب بالفستو الحلبي وبخصوص بتيفور الكاكاو بيطلع كتير طيب مع مربى الفراولة لهيك استخدمت مربى الفراولة طبعا لهيك انا اضفت نص كوب من السكر البودرة لانه رح احشيهم بشغلات حلوة لحتى ما يطلع البيتيفورة عندي كتير حلو وبنفس الطريقة رح الزقهم سوا ورح اغلى في الطرف بعد ما اغطسه بمربى الفراولة بجوز الهند المابشور ناعم بيطلع عنك هيتو كتير طيبة وكمان الشكل بيطلع كتير حلو ومرتب ومثل ما عم بتشوفو بامكانكم تحشو بالشوكلاتة بامكانكم تحشو باي حشوة انتو حابينها مثل اللوتس او البستاشيو اللي هي زبدة الفستو الحلوية وهيك مثل ما عم بتشوفو حشناهم وزيناهم بطريقة كتير بسيطة وعملنا البيتيفور بشكل سهل وبنفس الوقت كتير طيب هش وبيدوب بالتم وطبعا بما انه الجو هلا كتير حر بنصحكم انكم تحتفظوا بالبيتيفور بالتلاجة لحتى تضلها الحشوة اللي فيه متماسكة وتكون جامدة ماسكة على بعضها بيطلع كتير قطية وطبعا لانه المكون الاساسي في الزبدة مهم كتير انكم تحتفظوا بالبيتيفور بداخل التلاجة تحطوه بعلبة محكمة الاغلاق بيطل محافظ على قوامه وهشاشته وبيطلع كتير طيب ولهون مثل ما عم بتشوفوا بيكون خلص الفيديو لليوم بتمنى هالفيديو يكون عجبكم ما تنسوا تبعتولي تطبيقاتكم الحلوة لها الوصفة ولكل وصفاتي على صفحاتي على السوشال ميديا بمساج وانا دائما بشوف مسيجاتكم هناك وكمان ياريت ما تنسوا تتابع الفيديو اللي هلأ ظاهر عندكم على الشاشة تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس وانا ان شاء الله بشوفكم بفيديو تاني ومع ألف سلامة